بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم أحمد سعودي أندرويد باتكلم اليوم عن هاتف هواوي الأخير اللي هو البي 20 برو بصراحة أخدت وقت طويل قبل أطلع هذا الفيديو محاولة مني أني أطلع فيديو مميز فقررت أني أكلمكم هذه المرة كمستخدم عادي مثلي مثلكم لذلك اخترت العوان يكون هاتف هواوي بي 20 برو بالنسبة للمستخدم العادي أول نقطة هتكلم عنها اللي هي التصميم التصميم بشكل عام أنيق باعتقادي أن هواوي من بعد البي 10 اللي طلع بداية السنة اللي فاتت بلت تقدم هواتف عنيقة فعلا فيها لمسة أناقة واضحة المصنعية طبعا حرفية عالية جدا الفينشينج اللي هي اللمسة الأخيرة كانت يعني واضحة جدا هذه المرة مثلا شفناها في لون التويلايت اللي هو الشفق كان رهيب جدا وشكله عنيق وشفناها كمان أيضا في الإطار اللي يدور حول الهاتف أيضا كانت ممتازة قاعدة تخيل مثلا لو أنه البصمة حطوها في الخلف واستغلوا المساحة من قدام كان طلع أجمل بكثير ولكن بشكل عام هواوي تغير التصميم بشكل دوري وهذا من وجهة نظري يبقي عنصر التشويق مستمر يعني كل سنة حنبطل حنظل متشوقين لتصميم أفضل من شركة هواوي ثانيا حتكلم عن الكاميرا 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 ثلاث مرات ذكرت الكاميرا لأن الهاتف يجي أصلا مع ثلاث كاميرات ولأن الكاميرا غير طبيعي وقلت لكم أنا ما راح أتكلم كخبير أبدا راح أتكلم كمستخدم عادي مثلي مثلكم ما راح أدخل في تفاصيل متأكد أن أقريت تفاصيل ومواصفات وأرقام كثيرة ولكن أنا كمستخدم عادي يهمني أن الكاميرا تعطي صور جميلة تفاصيل وألوان حلوة أصور فيها يومياتي وتساعدني أني أحتفظ بالذكريات الجميلة أو المواقف اللي أحصلها بشكل يومي تنقذني في حال احتجت صورة مثلا من مكان بعيد أو صورة في مكان مظلم تستخدم فيها الوضع الليلي تستخدم التقريب لخمس مرات بدون ما تفقد جودة الشيء اللي أنت تبقى تصوره هذا شيء رهيب جدا ومن تجربة يعني أعطتني نتائج رهيبة نشرتها في تويتر أغلبكم بيتابعني على تويتر وشافها بصراحة الكاميرا هذه السنة يعني هي نتيجة عمل تراكمي مع لايك تقريبا بدأ من سنتين وصلنا لهذه النتيجة الخرافية في الـ P20 Pro الشيء الجميل أن الكاميرا أيضا فيها هذا كاز صناعي يساعدك كيف يساعدك؟ بقولك أنه مثلا أنت حاب تصور أكل مثلا أو شجر أو بحر أو حتى سماح حيوان أليف زهور الكاميرا رح تعرف أنك بتصور هذا الشيء وراح تعطيك عدادات تلقائية تساعدك أن هذا الشيء يظهر بصورة أفضل فإذا أنت حبيت هذا الشيء تقدر تعتمد إذا ما حبيت تقدر تلغيه وهذه أيضا ميزة حلوة وجميلة أيضا أضافت هواوي هذه المرة التصوير البطيء بسرعة 960 إطار في الثانية صراحة ما شدني كثير لأنني شفته قبل عندما نفسين وهواوي ما أضافت لأي شيء ولكنه أيضا ميزة موجودة ولكن زي ما قلت لكم أفتقدت العنصر للبهار هذه المرة مع هواوي على عكس التقنيات الثانية الموجودة مثل التصوير الليلي اللي هو يعطيني نتائج جميلة جدا التقريب أيضا يعطيني صور ونتائج ممتازة ووضع البوكيه سواء تصوير الأشياء أو تصوير الأشخاص أيضا يعطيني صور جميلة زبدة الكلام الكاميرا من أفضل الكاميرات اللي جربتها حتى لو أنت ما رح تشتري الهاتف الكاميرا تستحق مثلا أنك تروح أي مكان كذا وتجربها بكذا صورة ما أقدر أقول لنا يعني شكرا هواوي على الكاميرا المميزة اللي قدمتوها وننتظر كمان منكم الأفضل إن شاء الله في الهواتف القادم ثالث نقطة رح أتكلم عنها اللي هي الأمور الأساسية في الهاتف بالعادة أنا كمستخدم عادي يهمني في أي هاتف بعد التصميم والكاميرا أمور أخرى مثل الشاشة الصوت البطارية جميع هذه الأمور الثلاثة في الهاتف تقريبا علامة كاملة من عندي حسب تجربتي ما عندي أي انتقاد على الشاشة الصوت مرضي جدا بالنسبة لي البطارية أيضا مرضية جدا من ناحية الشاشة بتقنية آملية طبعا بدقة Full HD Plus أداها ممتاز للتصفح مشاهدة الوسائط والألعاب إذا كنت مهتم بالأداة تحت الشفس هو أيضا جيد جدا مش الأفضل لكنه أداة مرضي الصوت سماعتين في الأماكن المعتادة طبعا تقدم لك هداة ممتاز ومدعم بتقية الدولبي نتيجتها يعني تطيق صوت ممتاز ونقي البطارية هذه المشكلة اللي نعاني منها في أغلب الهواتف الرائدة مع هذا الهاتف انسى شيء اسمه بطارية البطارية تعطيك يوم عمل كامل بالنسبة لي تعطيني من 6 إلى 7 ساعات تشغيل للشاشة بمعنى آخر من الصباح أطلع من البيت ما أحتاج للشاحن حتى المساء تقريبا ما أحتاج للشاحن حتى آخر الليل يعني مش المساء أن ندخل في المساء لا يعني حتى الليل فالبطارية حسب تجربتي من أفضل مزايا الجهاز أو من أقوى مزايا الجهاز وطبعا دائما أأكد أنه لكل شخص تجربته وطريقة استهلاكه للطاقة رابعا بعض الكماليات في الهاتف برضو كمستخدم عادي دفعت مبلغ وقدره على شراء هاتف بالتأكيد أتمنى أن ألقى بعض المزايا التي تساعدني على أداء المهام اليومية وزيادة الإنتاجية لذلك من الجميل أن يذكر أن الهاتف فيه مثلا ER للتحكم بالأجهزة المنزلية أيضا الواجهة تدعم تكرار التطبيقات بحسابين مختلفين فيها متجر للثيمات فيها إمكانية لتعديل مواقع الصلاة حسب مدينة تكياني وتقدر بعدما يأدن مثلا يعطيك الأدان يجيك خيار أن تدبها تروح لأقرب مسجد عن طريق الخرايط تقدم لك تطبيق للترجمة بالتعاون عن مايكروسوفت وأيضا هذه خدمة جميلة بدون اتصال الإنترنت طبعا تقدم الواجهة أيضا أداءها لتسجيل الشاشة بالفيديو وطبعا تقنية التعرف على الواجهة أداءها سريع وممتاز فيها قارئ للباركود من الأشياء الجميلة طبعا أيضا في منطقة خاصة تدخلها عن طريق البصمة بس مش بالطريقة الاعتدادية مثلا تقدر تخصص بصمة السبابة ملف خاص فيك وبشغلك وبأمورك الخاصة تقدر تخصص الإبهام منطقة خاصة تخليها لأطفالك مثلا تحط لهم فيها تطبيقات فيها العابة وفيها شيء وتفتحها عن طريق الإبهام في كل بصمة تكون المنطقة معينة هذه أيضا ميزة جميلة جدا طبعا التليفون يعمل بنظام أندرويد أوريو 8.1 ويدعم جميع مزايا النظام والمرة هذه هواوي أيضا تقدم متجر للتطبيقات مليان هدايا بالتعاون مع عدة شركاء يعني ما أريد أن أسوي إعلانات لشركاء معينين ولكن بشكل عام فيه كذا تطبيق شهير أو كذا متجر شهير يقدموه خصوماته عن طريق متجر هواوي للتطبيقات أخيرا إذا كنت مستخدم عادي مثلي أتمنى أني أضفت لك معلومة كنت تحتاجها قبل شراء هذا الهاتف مع تمنياتي بالتوفيق للجميع إن شاء الله شكرا على متابعاتكم أتمنى طبعا الكلام التقليدي بدكم تنشروا الفيديو وتشاركوه مع أصحابكم ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد